منفصلون عن الواقع المشتعل على أرض العراق يظنون أنهم ببعض المناورات السياسية يستطيعون الالتفاف على المتظاهرين ومطالبهم المشروعة سياسي العراق يحاولون مجدداً تقديم وصفة معادة ومكررة للإيهام بأن ثم تتغييراً يحدث في العراق استجابة للمطالب الشعبية في حين يكذب الواقع ذلك ميدان المناورة السياسية هذه المرة كان مفوضية الانتخابات وبعض التعديلات على قانون الانتخابات فبينما أعلن مجلس القضاء الأعلى اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجديدة أعلن البرلمان من جهته إجراء تعديلات على قانون الانتخابات وبالنظر إلى التشكيل الجديد لمفوضية الانتخابات فإن الأعضاء الجدد في المفوضية يمثل كل واحد منهم كتلة أو حزباً سياسية أو حتى ميليشيا مسلحة ليس ذلك فحسب بل إن مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية تجلى في اختيار أعضاء المفوضية عبر اختيار ثلاثة أعضاء من الشيعة وعضوين من السنة وعضوين آخرين من المكون الكردي ما يمثل تحدياً سافراً للمطالب الثورية بإسقاط نظام المحاصصة ولا مجال هنا بالطبع للحديث عن استقلال القضاء الذي ينتمي إليه أعضاء المفوضية أما البرلمان فقد أقر بعض التعديلات على قانون الانتخابات متناسياً أن العراقيين في ساحات الاعتصام يطالبون بإسقاط البرلمان الذي يمثل بأعضائه وأحزابه وكتله السياسية رمزاً للفساد والطائفية التي تحكم العراق منذ أكثر من 16 سنة هي إذن محاولة للهروب إلى الأمام من جانب النظام محاولة تؤكد انفصال الطبقة السياسية في العراق عما يجري من غليان شعبي بات ينذر بمرحلة أكثر خطورة كما تؤكد أن سياسي العراق لا يزالون مرتهنين لإرادة النظام الإيراني الذي يتحكم بالمشهد السياسي في البلاد منذ الغزو الأمريكي الأمر الذي يرى محللون أنه يفرض على العراقيين المضي قدماً في طريقهم الثوري حتى إسقاط النظام بعيداً عن المناورات السياسية أو الحلول الترقيعية